بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. المفروض ان احنا ما بحث عشان نمدة سياسات النادية بتاية الالكتوراه. المفروض المنهج اللي تم شرحه كان كالتالي. اتكلمنا عن قصة النقود. تطور النقود عبر الاصور. نبزة تاريخية عن تاريخ النقود في مصر. ام الدار بتاع طبعات النقود في مصر. اصدارات والغطاء الناد الورقية. النقود القابل للتحويل. النقود الغير قابل للتحويل. النقود الوداع والحديثة والنقود البلاستيك. وبطاعة الدفع. بطاعة الايتمان. بطاعة الصرف وعلى الصرف الشهري. نقود الكترونية. وانترنت المصرفي. الهاتف المصرفي اوامة الدفع الالكترونية. اشباه النقود. وهذه نبدأ نتكلم على النظم النقدية. سواء كالنظام المعدن واحد. او نظام المشكورات الزهبية. السبائك الزهبية. نظام السرف والذهب. نظام المعدنين. والية التوزن في ظل قاعدة الذهب. فصل التالي تكلمنا فيها على عرض النقود وقياسها. المنهج التقريبي في تعريف النقود. المنهج الاستنتاجي لتعريف النقود. اه كلمنا على قاعدة الاقضية والتعريف الضيغ لنقود الاموان. المجاميع التعريف الاوسع للنقود سواء امي او امي سري. تحليل اه تطفق الاموائر وفق النموات اصحى في الاصول المالية. تكوين القاعدة النادية. استخدم القاعدة النادية. نكلمنا بعد كده نكون لنادية عرض النقود والقطاع المصرفي. المضعف النادي واللي يتعمله. تكوين النقود. اشتغق المضعف. الطلب وعرض اه طلب النادي وعرض الاتمن. عرض المصرفي. في هذا الوعرض الاتمن في القاعدة المصرفي. الشوق الاقتصادية الاموان. الشوق النقود قاعدة ناعدية. اكلمنا بعد كده على الطلب عن النقود سواء النظريات. الموادل التبادل. نظرية كمية النقود. النظرية كمية للطلب. الموادل كامبرج. نظرية تفضيل الشيولة الكنز. نظرية كمية الحديثة. ضلة الطلب. نظرية الموادلات المعاملات للطلب على النقوط. ما بعد كده عن السياسات النقدية. السياسات النقدية. اهدفها. نغوى الاقتصادي. خرار السعري. معدل عمل مرتفع. سعر صرف ملائم. كل دي من اهدف سياسة النقدية. تكلمنا على هيك للسوق المال. مسوق النقوط. ادوات السياسة النقدية. سواء ادوات مباشرة. اللي هي صورة احديات قانوني وسعر عد القاسم. عمليات السوء المفتوح. الادوات غير المباشرة زال اخناع العدبي. السياسات النقدية في قوية مصر عبية. نتكلمنا على دور بنك المركزي. في السياسات النقدية. سياسات النقدية قبل تطبيق الاصلاح وبعد تطبيق الاصلاح الاقتصادي. والاصلاحات التي يدخلتها في اسوأ المل من اعتبر من سنة تسعين. سوء النقد سوء المل وسوء الصرف الاجنبي. اللي تكلمنا على سوء النقد وذور للخزانة العامة وسعvoyات الخزانة العامة. الادوات اللي يعطيق اتحقيق هدف السياسات النقدية. سعر الصرف الاجنبي والأدو بالسياسات النقدية. تقييم السياسة النقدية في زل اصعار اآ اصلح الاقتصادي مدى فعالية سياسة النقدية. وبعدين والاهم بالنسبة لنا. تكلمنا اآ عن السياسات النقدية في النظريات الاقتصاديها ما تنسى وكالنظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية والنعدية والتوقعات الرشيدة وتواتي من وجهة نظري ده اهم جزء في المنهج. وشكرا جميعا بتوفي.